اليوم هو دكتور وسيم هو معين من طرف سياسي جهة سياسية هي بتحمل جزء كبير من الهيار المالي والاقتصادي الرئيس برّي يعني دور رئيس نبيه برّي من خلال امساكه اول شي دعمه المطلق والغير محدود لرياض سلامي الفاسد رياض سلامي وجميع مخالفات رياض سلامي والجرائم المالية التي ارتكبها رياض سلامي مع اصحاب المصارف منذ عشرات سنين وخاصة بلش تنكشف بعد سبعة عشرين 2019 دكتور منصوري تم تعيينه كنائب اول لمصرف لبنان بحذيران 2020 يعني هو يصر له اكتر من ثلاث سنين بموقع نيابة حاكم مصرف لبنان منذ استلامه لليوم لم نسمع منه اي موقف رسمي كما حصل قبل شهر من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان عندما اعلن هو وبقية النواب الحاكم انه هني معقول يستقيلوا هني مشرادين عن الوضع وهددوا بده يفتح تحقيق ويعلن نتاجه وبالتفصيل ويعلن الاسماء من استفاد من منصة صيرفة وكل واحد داشت استفاد وبالتفصيل سياسة الدعم وكمان لازم يعمل شيء هذا من صلاحيته يطلب تدقيق مالي جنائي للمصارف التجارية اللبنانية كافة لمعرفة ما حصل وبعدين وشغلي تاني لحتى من التهموزور وانا بكنله كل الاحترام والتقدير للدكتور منصوري بس تعرف شو بطلب منه يكشف السرية المصرفية عن حساباته هو ونواب الحاكم الحاليين لحتى نعرف اذا استفادوا ولا لأ من موقعهم اخر ثلاث سنين حساباته بمصرف لبنان ما اقولك انه عنده صارفة يعني ما بعرف بس انه حساباته بمصرف لبنان وحساباته بالمصارف التجارية هو وجميع موظفي مصرف لبنان والمدراء هيك ساعتها بتبين انه انت فعلا كلامك مقرون بافعال مش حكيته نحكي ما في اتفاق اليوم بتقد انه السنائي الشيعي اللي هو اليوم حكم البلد ويدير الدولة اللبنانية ويدير معظم مؤسسات الدولة ويسيطر عليها بايده كل شي والقضاء ومعظم الأجهزة الأمنية ممكن إلا الجراش اللبناني والحكومي رئيسه هو زلمة السنائي بدون شك ويمكن بوقتها الوزير جبران بيصير دل معارض ويصير وحده وقت بيصير التسوية فالتسوية معينة انه الطرفين الكبار برا السعودية وأمريكا مع ايران هني توافقوا انه يعملوا تسوية باللبنان الاتفاق الاتفاق فالاتفاق بيوصل شخص مستقل شخص بيوحي بالثئة شخص أثبت انه هو أهل للثئة عنده مناعة على الفساد نجح بإدارة مؤسسة ثابت عنده خبرة قليلة على المستوى على الساحة اللبنانية وعنده ركاب يقدر يوقف يقول لا باعتقد هؤدي كلهم عملون العماد جوزيف عون كلهم عملون من شاءك أنا أقول لك انه بحال تمت التسوية الأفضل أو الشخص اللي عنده أكبر حظ بالوصول هو العماد جوزيف عون